بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إلى أين تنضي هذه الأمة سفينة الوطن إلى أين سترحل ما هي واجبات هذه المرحلة وما هي متطلباتها كيف نطمئن الناس في هذه الآونة يعني المسألة وكأن كل شخص مطالب أن يقدم مبادرة في هذه الفترة العصيبة انتخابات دارت أسفرت عن نجاح أو كما يعبر البعض فوز الإسلاميين في المرحلة الأولى كنا ننتظر أو نتوسم أن الهدمة على المعاني الإيمانية تخفت أو تنتهي ولكن على العكس والنقيد كما هو مشاهد أسئلة كثيرة جداً وحوارات في كل وسائل الإعلام أم تحبر عن تخوفها من التيار الإسلامي ما هو موقفه من السياحة هل ستكفرون الناس موضع المرأة في هذا المجتمع النصارى تولية المرأة الهبة السياحة سياحة الشواطئ ونحو ذلك هل ستمنعون ذلك هل ستجبون النقاب أو الحجاب على النساء وكأن المسألة أشبه باستوانة مكسورة لا أقول مشروخة ما زالت الأسئلة هي نفس الأسئلة تعاد وتكرر في كل البرامج الحوارية تقريباً في كل وسائل الإعلام سواء كانت مقروعة أو مسموعة الأمر الذي يتطلب وقفه يعني ما هي الدوافع ما هي المبالرات البعض يقول لربما كان ذلك تخوفاً من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة للانتخابات أن تصفر عن المزيد من الإسلاميين وبالتالي هذا استباق للأحداث للتشويه والتشهير وهو ما يعبر عنه بنظرية المؤامرة وكأن وسائل الإعلام أو كثير منها مدفوع لهذا التشويه لتشويه الصور الإسلاميين في الجملة وهي تخويف الناس وهي مسألة الفزاعة التي استقدمها البعض في الفترة الأخيرة زادت حداتها زادت وطيراتها وهي لربما سمعنا البعض وكأنه يخفف من هذه الوطأ يقول أن الإسلاميين لو جاءوا إلى الحكم بمؤدة هذه الانتخابات سيتفاعلون مع المجتمع سيشاركون فيه خضايا وبالتالي فالتشدد والتطرف والنبرة التي يتكلمون بها ستخف مع الممارسة وكأنه يتشوف لمدل ذلك ونحن بدورنا نفرق طبعا بين الحكم أن أسأل أنا عن حكم كذا وحكم كذا فأجيب عن الأحكام وتبقى المسألة في تنزيل الحكم على الواقع العلماء يقولون الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا وإلا فمراعاة الملابسات والظروف هل عندنا استطاعة أم لا على تطبيق ما ننادي به عشنا حينا من الده يعني على الأقل في الفترة الأخيرة حقبة عبد الناصر والسادات ومبارك أو البعض عايش حقبة المبارك هذه بما فيها وإي كان لا ربما لا يقدر على الهمس أيام عبد الناصر كانت من العبارات الشائعة المترددة الحيطة لها هودان الإنسان يتخوف لا ربما من الكلام أمام ابنه أو أخيه أو ابنته عبارات شائعة حيرموك وراء الشمس وبالتالي فالخلق التزمت الصمت عبر فترة طويلة في أيام مبارك لربما كان الكل بيرفع عقيرته أو صوته ولكن النظام سادر في غيه وفي ما يراه أنت تتكلم كيفما شئت والكلام وكأنه لا قيمة له النظام بيطبق ما يراه حقب على مثل هذا النحو عاشها الناس هل الواقع الذي نعيشه يعني حقيقة لا بد من إنصاف التخوف التخوف هذا مع مجيء الإسلاميين إلى الحكم والنبرة العالية بحيثا عن نظريات المؤمرة والبعض أيضا ربما قد لا يقبل وعظا ولا نصحا وكل إناء بما فيه ينضح ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم البعض كما يقولون ويعبرون ممنهج مبرمج على ما هو عليه بمعنى لا تبدر منه الأمور بسطحية أو حتى بجهة بسيط لا أبدا وبالتالي ففيه فعلا تخوف الناس مازالت تردد حتى بعض عوام الناس يرددون هذه الكلمات حتى في الانتخابات كانوا يريدون معادلة موازين القوة هذه فعلا اندفاعة البعض ونحن نقرأ الواقع بنوع من التجرد ونتمنى ذلك بلا مغلاة بلا إفراط أو تفريط أنا حقيقة أميل إلى أن كثرة من هؤلاء سواء كانوا إعلاميين أو غير إعلاميين أن نوضح لهم المفاهيم بلين وبرفق بدون يعني اتهامات مسبقة أو معلبة من قبلنا بدون شدة أو حدة وأنا لا أنفي أبدا أن البعض مننا فعلا منفر يعني لماذا نستبعد ذلك هل نحن نعيش عالم الملائكة الأبرار لا أبدا الإسلام وكأنه ينادي الأمة بأسرها من مكان بعيد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبي فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكلين وحتى إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا ما المانع من أن نقر على نفسي أنا بالخطأ بالقصور أقول والله لربما كنت فتنة للخلق وهذا أنا أحذر ولكن قد أقع فيه على الأقل بلا قصد بلا واعي كلمة تبدر من هنا من هناك تكفير مثل لناس ورثة الإسلام حتى لو كان علماني أو لبرالي موما الذي يتكلم بالعالمانية أو حتى يرفض تطبيق الإسلام على الواقع ويرفض العودة لدين هذه أسماء في مجمالية على الأقل في هذا الوطن أسماء إسلامي هؤلاء هم الذين يرفضون قبل اليهود قبل النصارى قبل كذا الذي يرفض يعني تطبيق شرع الله والعودة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء إسلامية ما هي الدوافع ما هي المبررات هل إساءة منه نوع من التشدد لا ربما كانت حقبة مرت كان فيها نوع من الاغتيالات نوع من التحريق نوع من القتل دون وجه حق أنكرناه ولكن الرواسب لا ربما ما زالت باقية موجودة فعلا البعض مننا لا ربما كفر البعض دون وجه حق وبالتالي أن ينسبوا مثلي أن أكون مثلا من غلات التكفير وأنني سأكفر المجتمع شبهات بل حتى أنا لو أحسنت التعبير نسمع نبرة أنك عندك دماثة خلق عندك سماحة إسلام هذا الأمر يخصك ولكن يستمر التخوف التخوف من آخرين من آخرين يتكلمون بنفس الإسان وأن ربما كانوا ينهجون نفس النهج والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن منكم لا منفرين قد يكون فعلا فيه نوع من التنطع نوع من المغالاة نوع من الجه حماسة تغلب الضوابط الشرعية شرع الله مصلحة كله مساء لا ربما لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بد فأنا حقيقة لا أنفي لا أنفي أن نكون سبب في هذا التخوف الموجود وبالتالي أنا مطالب أن أقدم مبادرة أن أبرئ ساحتي أن أخلص رقبتي بين يدي من لا تخفى عليه خافية بحيث لا أكون فتنة أنا لكل مفتون والمسألة لا تقتصر على إعلاميين البعض يقول مستخدمين ونحو ذلك وموجهين لمواجهة الإسلام والمسلمين أو حورب الإسلام بيد أبنائه بعدما كان يحاربوا بيد أعدائه يعني قد نجيد مثل هذه العبارات ولكن الوقوف على أرضية الواقع حقيقة والتحليل والتعليل يقتضينا أن نقول طائفة على الأقل على الأقل تجهل تجهل المعاني هي من موروثات الماضي من موروثات الماضي أنا ما زلت أتذكر برنامج على سبيل مثال الحص على الناصية كان مقدمة البرنامج دائما ما تسأل من تستضيفه في نهاية الحلقة ما الذي تحب أن تسمعه لا ربما تحرج البعض مثلا أو نحو ذلك من سماع أغنية عن الحب والغرام والهيام فيسكت لا يطلب أغنية فتقول له أنا سأختار لك الأغنية هل اختارت له آية هل اختارت له حديثا مثلا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعظا أو تذكيرا هل سكتت لا أبدا هتختار له أغنية هذا من شأن أن أوجه عقول البشر حتى نفس القضية كان فيه برنامج ما زلت أتذكر برنامج الغلط فين الغلط فين أن مثلا سيزيعوا أغنية ويخلوا بكلمة مثلا في الأغنية ويقوم المتسابقون كل واحد يتبار أن الغلط في المكان الفلاني في الكلمة الفلانية يعطونه جائزة يعطونه جائزة هذا نوع من التوجيه نوع من التوجيه كان برنامج مثلا صباح الخير ونحو ذلك كل كلام عن الطبيعة والطبيعة أعطتنا والطبيعة منحتنا فهل هؤلاء يعني سامعوا كلاما يقرب من ردوان الله يدل على طريق الله أبدا شعرات حرية اشتراكية وحدة لا يكادون يسمعون كلمة بل حتى العلماء والدعاء غيبوا هذا كان واقعا وانظروا في شأن بني إسرائيل لما غاب نبيه الله موسى صلوات الله وسلامه عليه أياما عبدوا العكل من بعدي يعني غياب نبي الله موسى وكأنه كان سببا أو إن معاني الإيمان لم تترخصخ في نفوس بني إسرائيل وشربوا العجل بكفرهم ويعبدوا العجل بعد نبي الله موسى بعد ظهور النعم والمنى التي امتن بها ربنا عليهم ما كادوا يصلون إلى الشاطئ حتى قالوا لنبي الله موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم في وباطل ما كانوا يعملون يعني وكأن الناس سرعان ما يجهلون أو يتناسموا الأمة ورثة الإسلام وجهلت معانيه هل أنا أنتظر من إعلامي أو ما هو كل هؤلاء من أبناء هذه الأمة وكلنا في سفينة واحدة وحتى لو انحرفت السفينة أو كدت تغرق أو حتى تحتارق ماذا سنصنع يعني لابد من إطفاء الحريق لابد من مد اليد والعون لابد من إسعاف لجميع هؤلاء لو المرأة كانت ستغتصب أو نحو ذلك لا أكل من أبناء العمارة التي أسكنها لا والله لو كانت من الحي أو غير الحي أنا سأنتصر لها هذه نصرة لمظلوم والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن حرف الفضول لو دعيت به في الإسلام لأجبت وكان لنصرة المظلوم قراشيا كان أو غير قراشي مسلم كان أو كان كافرا فنحن نسعى في إنقاذ السفينة في إنقاذ هذه الأمة أن تنتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام يعني يكون شأننا كشأن الأطباء يشخصون الداء وصفون له الدواء فالأمة بتجهل طبعا لا يصح أبدا أن نتعامل مع الأمة وكأنها تعادي الشريعة تعاند دين الله لا تحب الله ولا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قد يكون خطأا مع الكثرة من الناس أين حسن الظن بالخلق يعني لابد من حمل الناس على أحسن معاملهم النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث له علي بن أبي طالب بذهيباisu من اليمن قسمها بين أربع فقام ذو الخويسير يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله اعدل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومين أتق الله إذ لم أتقه ومين يعدل إذ لم أعدل يأمنني من في السماء ولا تأمنوني فقام راجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه هذا الرجل فقال له النبي سعى سلم ربما يكون مصلي اعتذر عنه بأحسن الصور ربما يكون مصلي فقال الرجل ربما مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه النبي سعى سلم لم يوافق قال إني لم أؤمر أن أشق عن الصدور ولا أن أنقب عن القلوب وخلص يخرجوا من ضئدئ هذا قوم حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام وبالتالي قد يكون السؤال عن السياحة أو غير ذلك من الأشياء فإن الناس بتجهل خمسة مليون أسرى مثلا ماذا ستصنعون معهم إذا ما قلتم أنتم الحكم إذا ما وصلتم للحكم لو حدث ذلك وليسنا من طلاب الحكم يعني الله الحمد والمنة ولكن لو حدث أنا لا أعبر عن نفسي فقط ولكن كتصور موجود ما ربما من الناس يتساءلون حتى وإن أساءوا في طرح السؤال نتيجة غربة الحال الواقع واقع غربة واقع جهالة نحسن الظن بالناس وأهل السنة والجماعة يقبلون من الناس على نيتهم ويكلون سرائرهم إلى الله ويحسنون الظن بالناس ويسيئون الظن بأنفسهم عمر بن خطب رضي الله عنه يوم الحديبية لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعليه ابن أبي طالب امحو واكتب هذا ما صالح بعد ما كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فيعترض سهيل بن عمر على ذلك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعليه ابن أبي طالب امحو ويكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم اعتارت سهيل بن عمره فأمر النبي صلى الله عليه أن يكتب بسمك اللهم مثلا لما ننظر وعمر بن خطب يشاهد هذا المشهد وعنده غيرة عنده عزة إيمانية يعترض يقول لأبي بكر أولسنا على الحق أوليس رسول الله حقا على ما نعطي الدنيا في دين وأن هذه دنيا في الدين وبعد ذلك رضوان الله عليه كان يعني كثير الندم على موقفي هذا ويكثر من العطق أبو بكر الصديق يقول له ألزم غرزه فإنه على الحق وإن الله لن يضيعه والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وصلح الحديبية كان بمثابة فتح يعني عشرة أضعاف الذين دخلوا في الإسلام قبل صلح الحديبية دخلوا فيه بعد هذا الصلح فكان بمثابة فتح وربنا تبارك وتعالى لا يضيع أولياء لا يضيع أهل فالحاصل قد يكون سؤال تفقه المحاور يطرحه المزيع وسائل الإعلام مستشكلة وفعلا وكأننا هبطنا على الدنيا أو على الأرض ببرشوت يعني دينسور البعض يقول أو مارد وكأنه ولد فجأة طبعا كنا مغيبين ولنا عذر في ذلك ما كان يسمح لنا بالظهور لا في فضائية ولا في وسيلة من وسائل الإعلام ولا حتى في ندوة من الندوات رغم أننا تجنبنا الغلوة في التكفير وكل صور العنف في غير موضعي تجنبنا حتى دخول البرلمان في وقت مضى لأسباب الدنيا تعرفها ورغم ذلك يعني كان الأذى على الأقل البعض مننا اعتقل لم تحدث لا وقفة ولا تظاهرة ولا الدنيا قامت وثارت من أجله واحتقالات مستمرة وظلم يعني كنا فيه فالحاصل أنا لا أستبعد إن فيه فعلا حالة جهالة لا أقول عناد أو تحدي تستدعي مني شدة أو حدة لا ما كان رفك في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شانه نحن لن نسع نسى بأموالنا ولكن نسعهم ببسط وجوهنا الوقت وقت غربة ده كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بأثار رسالة فإنا لا نكفر إلا بعد البيان بعد إقامة الحجة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول أنا لو رأيت الرجل يسجد عند قبر عبد القادر الجيلاني أو قبر السيد البدوي لم أكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية الإمام أحمد نسب له قوله مع الجهمية أنا لو قلت قولكم لكفرت ولكني لا أكفركم لأنكم عندي جهال وكان خطابه هذا لعلماء وقضاة الجهمية فالتكفير والتبديع والتفسيق لا يكون إلا بعد العلم والبيان والحجة يقيم وعالم أو ذو سلطان مطاع ليحيى من حي عن بيينة ويهلك من هلك أيضا عن بيينة فأنا لا استبعد أبداً وجود مساحة من الجهل تستدعي علم وبيان ولين ورفق وصبر على الناس اتساع صدور لا أن نزيد الوضع نفرة لا أن نزيد الجاهل جهالة وغربة هذا لا يليق لما فتحت سمرقند تظلم أهلها إلى عمر بن عبد العزيز فما كان من عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه إلا أن بعث لقادي البلاد يسأل عن صحة دال فعلم أن الجيش فعلاً دخل سمرقند بلا دعوة بلا بيان فما كان منه إلا أن أمر الجيش أن يخرج من سمرقند مرة ثانية حتى تتم الدعوة حتى يتم العلم والبيان وفعلاً خرج الجيش أسلم أهل سمرقند نحن قوم مسألة الغاية والوسيلة الغاية عندنا مشروعة والوسيلة إليها يجب أن تكون محمودة ولا يصح أبداً أن ننفر الخلق لابد كما ذكرنا مليين ورفق الناس لا ربما كان عندها قدر من الشبهات لابد من إزالة الشبهة لابد من توضيح وبيان ليحيى من حي عن بيينة وأهلك من هلك أيضاً عن بيينة وخذوا على سبيل المثال للحصر الناس تردد كلمات عن الدولة المدنية علمانية أشياء مستوردة ما الذي قال أننا سنحكم بالحق الإله ما الذي قال ذلك ما الذي قال أننا سنقيم دولة فيقراطية نوع من استيرات أسرى دعاوى المستشرقين وعلم غربي عنينا لكل عانى يعني نحن كنا لا يسمح لأخت محجبة أن تظهر مثلاً لا نتكلم على صحة وخطأ ذلك أن تكون مذيح في التلفزيون إقصاء للملتحين عن عمد وسبق إصرار حدث ذلك مظالم كثيرة وقعت الأوضاع السابقة فيها يعني المسألة تستدعي وقفة لابد فيها من إظهار محاسن الشريعة إظهار معاني الرحمة يعني ربنا تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم جل وعلا وأمر نبيه بالرحمة أمر قلقوا بالرحمة ما من مسلم حتى وإن أخطأ ونحن يعني لربما البعض مننا يمارس هذه المعاني وقال له لا هذا على قدرك ولربما أراد البعض أن ينتقل من الطعن في المسلمين للطعن في الإسلام هذا كله وارد هذا كله معروف ومعلوم هناك غرب وهناك أمريكان وهناك أعداء كل ذلك نحن نعلمه لا نجهله ولكن أنا أتكلم على قطاع قطاع يستدعي شافقة يستدعي رحمة كلنا في سفينة واحدة انظروا في غزوة أحد ربنا تبارك وتعالى أمر نبيه قال فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر قال ذلك لمن ومع من مع بعض من خلف أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض المذنبين بعض العصار ومخالفة تسببت في انكسار الجيش قتل سبعون من خيرة الله من خلقه ولما تساءل بعض أن هذا كانت الإجابة قالوا من عندي أنفسكم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعض ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة كيف نتعامل مع الرمال الذين نزلوا كيف نتعامل مع من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والحدة كما هو واقع تزيد الناس نفرة وابعدا عن دين الله تبارك وتعالى وبالتالي فالمسألة تستدعم راجعة للنفس أنا أراجع نفسي أراجع فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر حتى من ترأى ليه أنه يعاند وأنه يصد عن سبيل الله وفي كل مرة استوانا مكسورة كما ذكرت وكرر ماذا تقولون في السياعة ماذا تقولون في المرأة ماذا تقولون أنت لربما سمعت الإجابة ولربما سمعت الإجابة حقا انتهي اكتافي ردد الإجابة الحق لداعي لطورية المتحاورين لا داعي أبدا وكأنك في موقف الحياد لدى أنت مسلم لا أقول والله حتى لو كنت نصراني مهما الذي يمنع من أن تنصف كان مكرم عبيد باشا كان من كبار المحامين وكان لا يترافع إلا بالآيات البينات وكان يكسب معظم القضايا التي يدخل كان مضرب مثل القضايا التي يترافع فيها لا يترافع إلا بالقرآن إلا بالآيات البينات وهو نصران فلماذا لا تنصف أنت أنت مسلم أنت مسلم حتى لو أسأت أنا التعبير حتى لو أخطأت أنا الإجابة فهللق بين حالتي وبين الإسلام بل حتى لا تعمل لا تشهر لا تشوه مدموع المسلمين قل فلان أخطأ اقصر المسألة واحصرها في فلان الفلاني الخطأ مردود على صاحبه كائنا من كان الحق مقبول من كل من جاء به وعلى الحق نور والحق ما وافق الكتاب والسنة حاول أن تعدل العدل أساس الملك وبإقامة السماوات والأرض ولا جرمنكم شنآنوا قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتاكوة هذا الذي أخطأ لم يفعل وأنت تعلم ذلك جيدا لم يصنع صنيع الأمريكان لماذا لا يقوم الإعلام ولماذا لا يقوم الاسوى يمتفيدون لما حدث في العراق مثلا على سبيل المثال للحص مليون طفل عراقي قتلوا أثناء الحصار أين تمثال الحرية وأين الشعارات وأين الهتفات وأين الإنسانية وأين حقوق الإنسان وأين وأين أشياء كثيرة انتهاك الأعراض في السجون ده الناس المخدسات أتوا من مسيرة مئات الأميال أو ألف الأميال لنشر ديمقراطية كما يزعمون في العراق للقضاء على الدكتاتورية لأسلحة الدمار الشامل ماذا لو فعل بعضنا معهم مثل هذه الأفائيل لو ذهبنا إلى هناك نقتل وندنس المخدسات وننتهك الأعراض ونقتل مليون طفل عراقي للقضاء على دكتاتور موجود عندهم يقبلون منه لنشر الإسلام فيهم يقبلون منه أم أنهم يكيلون بألف مكيال ومكيال مناصرة يهود على حساب المسلمين في فلسطين مناصرة فجة بكل معاني الكلمة مناصرة ليه الظالم على المظلوم وعلى الضحية أو استخدام الفيتو لماذا هذا الظلم يمتلكونهم أسلحة الدمار الشامل لماذا لم يهب الإعلام هبت راجل واحد كما نشاهد الآن يعني أسئلة حائرة جدا في سيبريا الشيوعيون دمروا جيلا بأكمله كنا نقرأ ونطالع في كتب التاريخ يقولون حتى يقيموا الدولة الشيوعية هذه دمروا جيلا وكنا نقرأ أيامها وكأنهم من العجزة وحتى لو كانوا دا لو كانوا جيلا من الحيوانات لا يصح قتلهم على مثل هذا النحو بهذه البشاع كانوا من المسلمين هذا فعل الشيوعيون وما يفعلونه هنا وهناك ما فعلوا في أفغانستان التواطئ على حساب أهل المسلمين في أفغانستان أشياء كثيرة جدا هنا وهناك ما يفعلوا اليهود الناس عندنا فيه ما سبيره وما فعلوه مثلا تكفير بعضهم للبعض الآخر بروتستانتو وكاثليك وأرسوزيكس هذا واقع موجود أنا كنت أتساءل حقيقة مع الأحداث أين من يحفظ قول المسيح من ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيصر لربما واحد مننا يفعل فعلا ساقطا قد يجد من يشهر بالإسلام ذاته ويلصق هذه الأفعال بالإسلام ويثير الفزاع والتخوف من الإسلام أنت لا يحل لك أن تثير التخوف من المسلمين لا تعميم قبل حصول الاستقراء لا يحل لك ذلك لما نتتبع كما ذكر مثلا أثناء حكم عبد الناصر القضاء على الإخطاء القضاء على الرأس المالية التأميم كل ذلك وكأنه انتهت كل المبادئ انتهت التي نادى بها طب الناس كيف قابلتها كيف قابلت هذه المبادئ انطوت على ظلم انطوت على بغي على عدوان تعايش الناس معه تعايش الناس معه ولذلك حتى لما بنسمع الكلام على السياحة وغير السياحة استوانا كما ذكرت مكسورة كل الأسئلة لو التقيت أنا ولذلك أمتنع عن الكثير من الحوارات مع القنوات وقنوات مشهورة جد أمتنع عن الحوار معها لأنني أعلى مسبق وكأن الإنسان لا بده أن يوضع في قفص الاتهام وأسئلة تم الإجابة عليها مراراً السؤال عن السياحة ما هي السياحة؟ ولماذا التخاوف؟ دي أحزاب قدمت برامج تم الموافقة عليها ومن جملة حزب النور على سبيل المثال الحرية والعدالة كله قدم برنامج والبرنامج فيه علاد للاقتصاد للسياسة للسياحة قدموا برنامجاً قبل وتم إشهر الحزب فلماذا تعترضون؟ عندنا أزهر حيراجع حيصدر الفتاوى وفيه ثلة من كبار العلماء والحق مقبول من كل من جاء به وشيخ الإسلام حبيب إلى أنفسه والحق وأحب إلينا منه دستور وانتقا اتفضل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضل لي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفضلك يا فضلت الشيخ إحنا مسلمين ونفسنا أنها تكون إسلامية لكن في بعض المسلمين هم مش بيحربوا الإسلام بس هم متخوفين من أنها تبقى إسلامية هم خايفين من الكلام اللي بيسمعوه فهل فعلا أنها لما تبقى إسلامية هل الأشخاص اللي هم هتبقى قايمين عليها هيوقفين هيستخدموا الإسلام صح ولا هم اللي بيسيقوا الإسلام وبيخلوا الناس يخافوا من الإسلام والإسلام بنزالهم بقى فزاعة فإحنا مش عارفين فين الغلط بالزبط معيني وأنا بص الحمد لله أنا متابع قنوات اللينية دي كلها وكلامي ده والله مش اتهام أنا بس عايز أحد أتوضح للناس اللي مش عارفين أو لما حد يسألني أنا أجاوب عليهم والله يجزيكم الله خيرا هذا هو الموضوع الذي أتحدث فيه الآن يعني مسألة اللي بد من فصل بين الإسلام كديم كمنهج حياة وإلف علمانية ولبرالية وغير ذلك والشيوعية أي تفضل السلام عليكم تفضلي أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أم حسن من وراء العرب أهلا وسهلا يا مرحبا والله يا شيخ أول اللهم صل على سيدنا محمد أنا بقول للناس اللي هما خايفين من تضبيح حكم الإسلام دوت أنتو خاطئين آه خاطئين خاطئين آه تفضلي بقول المعظفة اللي هي بتشتغل وسايبة بنتها أو سايبة بنها تروح ترائب بنتها في المدرسة تشوفها ماشية ازاي آه عشان مفيش تضبيح شرع ربنا آه تفضلي تشوف البنات اللي بتتنصر آه تشوف البنات اللي ماشية متبرجات صحيح تشوف المدرسة اللي في الوراء اللي تلاقوا فيها بنت في الإعدادية حامل آه تشوف المدرسة اللي بنتي تنصرت فيها مدرسة عبدالله بن رواحب مدرسة وراء العرب آه محدش من المسلمين عمل حاجة آه تفضلي ها خايفين من اي صحيح خايفين من اي حزبي الله ونعمة الوكيل صحيح والمسلمين اللي خايفين صحيح ها الأب اللي موظف اندرسة المقرباز واحد بيقول له هترشع حزبي ايه قال له نا يا عم ما لنجهوا بالسلفيين ولا بال الإخوان ده حتقابوا البنات ورجل كبير وده نبيضة الرسالة وصلت يا أخت محسن اتفضل اتفضل يا أخي أبو حمزة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله حياك الله شيخ الله يكرمك أخو نشهد الله أننا نحبك في الله أحبك الله الذي يحبك في الله وجب الله عم قناة الرحمة خيرك جزاء الله يكرمك أخو شيخي دعمي في عجالة أقدم صورة لمن يريدونها علمانية أو لبرالية يريدونها شبه الغربية الغرب أيها الأفاضل يا من تنساقون خلف الإعلام الهدام أمرك خصيصا في جامعة للفتيات فرفضت جائزة كبرى للفتاة التي تتخرج من الجامعة وهي ذكرى الفتاة التي تحافظ على بكرتها حتى تتخرج من الجامعة لها جائزة كبرى منذ أكثر من عشر أو خمستاشر سنة لم تأخذ الجائزة ولا فتاة لماذا؟ لأنه أباحوا لها الصداقة وتركوها مهانة لا كرامة لها يعبث بها كل من شاء أما المرأة عند الإسلام والمسلمين فهي ضرة مصونة وجوهرة مكنونة لا يعبث بها أحد ولا يقترب منها أحد أيها العلمانيين أو الليبراليين أو من صيقت لكم هذه الأسماء ولستم تنساقون تحت هذه المسميات أقول لكم أتريدون فتياتكم أن تكون كفتيات أمريكا التي لم تحافظ ولا بنت على ذكرتها لأنهم أباحوا لها الصداقة أتريدون هذا في مصر والله لن يكون أبدا والله لن يكون أبدا ارجعوا أيها الأحبة إلى التاريخ وانظروا إلى تاريخ المسلمين حينما حكموا انظروا إلى تاريخ عمر بن عبد العزيز الذي تفضل شيخنا وتكلم عنه منذ قليل انظروا إلى تاريخ عمر بن عبد العزيز الذي لم يحكم إلا سنتين وخمسة أشهر ماذا فعل ماذا قدم انظروا إلى صلاح الدين ماذا فعل وماذا قدم انظروا إلى أي أصر من الأصور حكم الإسلام أو ساد الإسلام ماذا كان للناس فيصعد الناس ورب الناس ورب الكعبة إن صرنا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله فستصعد كل البشرية ليس فقط المسلمين فيصعد النصارى معا واليهود معا لأننا ديننا يأمرنا أن نحفظ لكل إنسان كرامته أسف على الإصالة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا اتفضل الأخت المؤاية تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير والله الحمد لله زي حضرتك انت منور الدنيا كلها والله جزاكم الله خيرا ربنا يبارك لك يا رب ويساعدك وازاي أبي الشيخ محمد حسان والله كويس بخير الحمد لله والشيخ أبو إصحاف كويسين الحمد لله أنا عايز أقول لحضرتك حاجة وأقولها للإعلام كله والبرامج التوكشو والاستراء اللي بيستروا على الإسلاميين أقول لهم كلمة واحدة بس ربنا يورينا فيكم آية وحسبوا الله ونعمل وكيف فيكم مش هقول أكتر من كده وإحنا تحت أمر الإسلام لحد آخر قطرة بدمنا كده على سن إسلامنا يبقى فوق الروس جزاكم الله خيرا وحسب الله ونعمل وكيف والله جزاكم الله خيرا على هذه الحماسة الإيمانية تفضل يا أخي محمد من الإمارات تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول عالم أنه لن ينصر حال المسلمين بأي حال من الأحوال ما دامهم يسجدون على السيفين والنخلة بالحرم وهو شعار الملك ويرطوفون على الكعبة وعليها أسماء أسماء الملوك أهو تفضل 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 نتشر في مصر ولا عاوزنا دولة إسلامية هيمولونها على إيه أصحيح نريدون التمويل لي عشان ننشر الإسلام ونعاديهم وحتى كمان فيه ناس إسلامية مش عايزينها إسلامية هنجيب تمويل منين ولا ناخد تمويل منين سواء كانوا إخوان أو ثلفيين تاني حاجة تاني حاجة بالنسبة للدعاية يعني حزب النور مفيش أي دعاية بيتهيقلي في البلد بتاعتنا في القليبية صف حزب النور الدعاية صف كان واحد في المية بس النص أبقائت الواحد في المية بتلويت يعتبر صيف ما فيش دعاية للشهد النور خالص أيو صحيح معاي حزرزك أيو معاك تانية حاجة معلش ياشخ الإخوة اللي هما بيقولون إن فيه ثلفيين بيهاجموا الإخوان وفيه إخوان بتهاجم الثلفيين لأ، بيكون له حالات يعني خزعبلات عسان يوقعوا الإسلاميين في بعض ايو يخزعبلات تكدوا الإسلاميين في بعض وإن شاء الله لو دول مسكوها تبقى كويسة ولو دول مسكوها تبقى أحسن بكتير الإسلامين هعملوا إيه في البلد هيمنعوا الاختطاف الاختطاف البنات كل واحدة مش هتخاف على بنتها يعني هيمنعوا الزنا هيمنعوا السرقة هيمنعوا خمرة هيمنعوا حاجات كتير إنها دولة إسلامية دي هتبقى يعني هتبقى حاجة هتشمينها وإحنا في بيوتنا دلوقتي إحنا مش مطمين على عيالنا وهم في بيوتهم إذاня إستن��نا منزمة الشوارع يعني يا رب تبقى إسلامي وربنا ينصر الإسلام المسلمين ر bewدى عليك والله جزاكم الله خير جزاكم الله وخير إتفضلي يا أخي أبو إسماء السلام عليكم وعرشة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اشهد الله عز وجل إنا بحبة من جلب في الله أحبك من الله الذي أحببتمونا فيه واشهد الله عز وجل إنا أبتماني أكون خادم تحت قدميك أنت وما شايشي والله جزاكم الله خير جزاكم الله خير الله يا شيخي أنا عايز مداخلة صغيرة بس عشان ما مضيحش وقت حضرتك يعني اتفض احنا هنا بالسعودية أساسا عايزين انتخب اي اتفض فيه شكات كتيرة بتقول مثلا ان فيه تزوير ان فيه شتيش مصدقية لان النتيجة بتروح السفارة وكده تمام يعني عايز حضرتك تطممنا تقول ايه الواضع بالظبط دي حتة دي قديم السؤال صراحة دي قد اراء جماعة اخواننا يعني حبيبنا هنا بيسألوني ايه فيه امر مهم تاني يتعلق بي انا شخصيا يعني مديقني الناس الليبراليين والعلميين دل بيستفزون جدا بيستفزون ولو نتيجة على جميع قنواتنا يعني وعند ممكن يخش يعمل مداخلة يدارف الشيخي مثلا زي الشيخ شهاب الدين ابو ذهوة زي الشيخ فالاء سعيد ودولت طبعا احذيته على راسي طبعا من فوق ودول مشيخي طبعا ايه اتفضل الناس ديت يعني 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 معلش مش هطولها حضرتك كتير وانا اول مرة طبعا كنت بحضرتك اول مرة اخش مداخلة على التلفزيون وتلقيني ملتبك شوية بس محني بس واسح صدرك تاني شيء انا من المنطقة فلاحين الفلاحين كلها مثلا محاصف البحيرنا وخصيصا يعني الناس الفلاحين دي عايزة اهل العلم عايزة المشايخ بصراحة يعني فهم مشايخ شايخنا صبعا في البرد مش مجسرين بس عايزين دعم من حضرتك شوف ايه الخبر اسماء احنا احنا اساسا المرحلة التانية ودي المرحلة وانت عارب حضرتك البحيرة كبيرة عايزين دعم من حضرتك انا حقول بس يعني عايز اعلق على بعض الكلمات وإلا فكون البعض بيشتم او بيسب لان نستخدم مثل هذه المهاترات يعني لابده ان نترفع ولذلك انا بقى احاول ان انصف من نفسي الاخطاء التي افعالها لله وثم لحقوق البشر اتجرد انا انا لا اقول تعريه للخصوم من كل سلاح ونحو ذلك انا اتمنى الخير للبشر جميعا ولذلك بنادعو ونعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى مسألة ان حتى الاتهام بالتمويل الذي ذكرته اختنا الفاضلة والتمويل انا اعرف ان حزب النور كحزب مديون كل صور النشاط الموجودة مديونة يعو الله الحمد والمنى ولكن في خيرات وفي براكات الطعن فينا او في اشخاصنا هل ارجعنا الى وراء ما هو نتائج الانتخابات الواقعة على الارض العلمان اللي بيستفز او نحو ذلك يعني على البغي تدور الدوائر انا اشفق عليه والله انا ارحمه يعني لو لو كان بمقدوري لقلت له استقم كما امرت لا داعي للطعن في الابرياء وخصوصا ممن يحملون يعني هم هذه الدعوة العلماء الحموم مسمومة عادة الله في هدك استار منتقسين معلومة اذا لم يكن العلماء باولياء لله فليس لله ولي ان يطعم في الصالحين من عباد الله من يحمل هم هذه الدعوة يريد تعبيد الدنيا بدين الله هذا لا يحل ولا يجوز انا اشفق عليه اشفق عليه لما يمارس الطعن على مثل هذا ياخد الدرس وإلى فانظر حتى للانتخابات ما هو مورس التشيير والتشويه عبر سنوات طويلة ما هو المقال ما هي النتيجة اللي عنده اتهام بالتمويل لتيارات اسلامية يثبتها اللي عنده اتهام بالتزويل يثبته في قضاء في قانون يذهب لأقرب قاضي لأقرب نائب ويحكي له ويأتي بالأدلة لا يرسل بالتهم على عواهنية يعني الإنسان يكون منهجي لا داعي أبدا للطعن في الآخرين بمثل هذا النحو يعني إعراض الناس لابد من صياناتها والنبي سعى سلام يوم حجة الوداع وقف يقول ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فنداعي للطعن على مثل هذا النحو أي فضل اتفضل يا أخي حسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إحنا شيخ طبت وطب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة جزاكم الله وإنسى الله عز وجل أن يوفق إخواننا في هذا المجلس العظيم بإذن الله تعالى أدعو الله عز وجل أن يوفق جميع مشايخنا ويهديهم وأدعو الله عز وجل لهم بأن يقيمهم كما يريدون لنا الهداية ونرد على كل من يشكك في علمائنا إن لم يقدم أهل العلم فمن يقدم من يقدم بالله عليك شيخي يا رب يا رب بس ربنا يهديهم ويسمحهم لن نكون عونا لن نكون عونا للشيطان عليهم لا إحنا ندعو لهم بالهداية والسماح لأن الله عز وجل يهديهم ويسامحهم إن لم يقدم أهل العلم فمن يقدم بالله عليك بله عليك انت مثل ابي انا уحبك حبا جما واحب جميعا مشايخنا حبا جما وادا الله عز وجل ان يرده لنا شيخ محمد حسن الشيخ ابو اسحاق الحوانه ردا جميلا يا رب العالمين والله عز وجل لكم التوفيقه والسلاة والله يا شيخ واحبكم حبا جما احبوا من يقول لا اله الا الا الله محمد رسول الله هل يشككون في مشايحنا يشككون ليه يشككون ليه في مشايخنا أنا مش عارف وتمولات وحاجات وتشكيك وتخونات ليه أنا مش فهم شوف برضو أنا حقول لحضرتك دي آية برضو من آيات الله ما ده أنا شايف عصر الآيات البينات ولذلك أنا مستبشر يعوى الله الحمد ليه ما تعالى هم أرادوا أن هم يستبدلوا العلماء والدعاء فعلا بالنخبة قالوا النخبة المثقفة التنويرية وأطلقوا علينا وصف الظلاميين إيه اللي حدث لمقاطعة حضرك شيخي والنخبة لأت نفسها في مأضك الآن وقلت نفسها في وادي والشارع في وادي آخر والذليل نتائج المرحلة الأولى بفضل الله عز وجل ونسأل الله التنكين لعلمائنا في المرحلة الثانية والثالثة وأقول لمن يخاف لماذا تخاف الإسلام ساد الدنيا كلها قديما الإسلام نور الدنيا كلها قديما علماؤنا ومشايخنا وأساتذتنا نوروا الدنيا كلها إعرى التاريخ الإسلامي ستجد أن أوروبا هذه كانت في ظلمات الجاه ونور رب الدين ونور رب علماء الإسلام والمسلمين أسأل وأن يوفق جميع إخواننا إن شاء الله في الانتخابات سواء كان من السلفيين أو الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدل أو حزب النور السلفي ربنا يوفق وكل من يشكك فيهم أسأل الله عز وجل أن ربنا يهدي ويسمحوا وأسأل الله عز وجل ربنا يوفق إخواننا يا رب ويقول أن السلفيين على خلاف مع الإخوان أقول له الله سمحك لأن علماءنا الأفاضل ضربوا لنا أروع المثل في المصادقة والحب في الله والأخوة ونحن نعلم من مشايخنا أنه ما فيش أي خلافات ما بينهم ومشاء الله عليهم ربنا يوفق يا رب ودعينا يا شيخ ودعينا يا ربنا يوفقنا ودعينا يا صدها الأمن والأمان والرخاء على أيديكم بإذن الله ودعينا يا ربنا يوفق كل من أراد الخير لمصر وكل من أراد فيه ربنا يهدي ويسمح وولاتنا مش هندي عليه ربنا يهدي ويسمح والسلام عليكم ورحمة الله يا وبركاته تفضل الأخت الممازن تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك يا شيخ وجزاكم الله خيرا وجزاكم يا أخت فضلت الشيخ أنا كانت تعيز أعمل مدخلة مع حضرتك وكان لي سؤالين لو سمحت حضرتك ممكن تجاوبني عليهم أهد فضل السؤال الأولاني هل في دليل من الصن أو من القرآن على إن الأحزاب ديت حرام أحسن بعد الناس بيقولوا أنها حرام أو مكروهة إنها لحد يعمل تحذب يعني السؤال الثاني هل يجوز انضمام النساء للأحزاب يعني يعرف منهج الحزب وخاصة الأحزاب الدينية يعرفوا منهج الحزب والمبادئ بتاعته ومنهجه وكل دوت عشان خطر يوصلون للنساء ده من ناحية النساء وكنت عايزة أقول حاجة للناس اللي بيقولوا السلفيين كان فين زمان يعني السلفيين إحنا كنا أكثر الناس اضطهادم في المجتمع من النظام السابق بل كنا أحيانا بنحلم إن إحنا يكون لنا وضع وقوضع الأقليات وقد دلنا الحظ الأكبر من الإقصاء من جميع المناصب العليا بالدولة سواء كانت الوزارات أو الجماعات أو المداري أما من ناحية الظلم والقهر فجميع الناس بيشهدوا أن الزوار منتصف الليل من الظلمة والمفتدين كانوا بيأتونا في الليل بيأتونا بيأتونا ويروعونا أمهاتنا وأبنائنا وحتى في الأنشطتنا اللي كنا بنعملها والجماعيات الخيرية في المساجد ونصب الأكمنة في الطرق من أجلنا أولا يعني سبحان الله كان كل ده مش مبين شغل السلافيين اللي هما بيقولوا ما كانش لكوا شغل ولا لكوا أصلا شغل في السياسة ولا لكوا دار في الاقتصاد هو ده النظام الفاسل الأديم هو اللي كان عامل فينا كده والله جزاكم الله خير نحيختم ممازل جزاكم الله خير طيب الأخذ أحاقم دي من السعودية ويريد تترك فرصة الإخوة معنا هنا في الاستوديو أنا فرصة حتى نعلق على بعض الأسئلة يعني بحيث يعني توت آي آي تفضل تفضل الأخ حمدي طيب بالنسبة لأسئلة الأخت أم ممازن الأحزاب هذه لما يكون التحذب على باطل هذا هو المزمون التعصب لو كان على باطل هذا هو الذي يقال دعوها فإنها منتنة أما لو كان تحذب على حق اجتماع على هدى فهذا مطلوب ومشروع من باب التعاون على البرل والتقوى وخصوناها إجراءات وأشياء قانونية كان كل مدموعة وطبعا أنتم عارفين سياسات الإخصاء كما ذكرت الأخت أمم مازن جزاء الله خيرا مورس الإخصاء معنا هما الأنبياء تخوافوا طيب أنتم هتقصوا سائر فئات المجتمع ده إحنا تم إخصائنا ولكن لن نتعامل مع الناس بالمثل بإذن الله تعالى المجتمع وسفينة الوطن تتسع للجميع للنهوض والتقدم بها بحيث ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام تم إخصائنا في كل نواحي والأسف الشديد ولكن أيضا لا نعتب على أحد بنفاوض الأمر لله وأجرنا على الله تبارك وتعالى الكل كان في المعتقلات وفي السجون وأذى والظلم وذلك ولم ترفع عخيرة لا مؤسسة مدنية ولا مجتمع مدني ولا حقوق إنسان ولا حقوق أقليات بل حتى لو عملونا كما يعاملون النصارى ده إحنا كان حيبقى سعادة غامرة والله أن نأخذ نفس الحقوق التي يأخذها النصارى ولكن كانت معاملتنا أقل وأسوأ من معاملة الطبقة العاشرة في المجتمع حسبنا الله ونعم الوكيل فالاجتماع على أحزاب تم إقصاء كل فريق لو التاقى الواحد بأخيه تصبح تهمة تصبح تهمة يعني يودع بسببها في غياه السجون لو صلى في مسجد بعيد لو أعطى درس في المكان الفلاني وبالتالي فدعوات يعني بعضها تقدم هنا بعضها تقدم هناك وفده واقع ده من مواريث الواقع وإلا فالواجب على المسلمين أن يكونوا يداً واحدة على عدو الله وعدوه ولكن قصور من البعض ويعني عز من البعض الآخر كانت السورة الماثلة وقوانين لا ربما سمح لحزب أن يتكون منع الحزب الآخر حتى في اللسة والبرامج والقوائم ممكن أو يتخذ الأول والتاني لو كان الحزب الآخر قدم هو الآخر قائمة لربما تم أيضاً الموافقة على الأول فواحد من هنا واحد من هناك يعني تكون مجموعة تتعاون على البدل والتقوة والغرض إظهار هوية هذه الأمة أو المحافظة على هوية هذه الأمة المسلمة وتطبيق شرع الله تبارك وتعالى العودة بالأمة وهذا لمصلحة لأهل الكتاب يعني كما هو لمصلحة المسلمين بل هذا لمصلحة حتى الحيوان يعني لا تستقيم حياة بعيداً عن شرع الله وهؤلاء جربوا جربوا حكم عبد الناصر وحكم السادات وحكم مبارك جربوا جربوا حكم العلمانية والدولة المدنية في سوريا وفي ليبيا وفي الياب ما كل هذه دول مدنية كل هؤلاء يعني علمانيون تقدموا بالبلاد وشافوا أمريكا وغير أمريكا وما الذي تفعلوا من ظلم وبغي وعدوان هل أقول جربوا شرع الله لا عودوا إلى دينكم عوداً حميد استقيموا يرحمكم الله طبقوا كتاب ربكم وسنة نبيكم حتى بعيداً عن المصطلحات ايه معنى الدولة المدنية وهل هي دولة دينية مبادئ وأحياناً يقولون قيم روحية ما الذي تفهموا من هذه المصطلحات لا عودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله نصوص الشريعة الواردة في الكتاب والسنة نحتكم إليها كمسلمين نحكم بها البلاد والعباد والحكم موضوع لإقامة الدين وسياسة الدنيا به بالنسبة لمشاركة المرأة في سياسة وغير سياسة نحن لا نفصل الدين عن السياسة هذا فصل يعني الدين شامل لكل ناحية من نواحي الحياة وأدلت ذلك كثيراً سبق أن ذكرناه والنساء شقائق الرجال في الأحكام وأنت تقرأين وتسمعين عن وافدة النساء وعن البحرية ثم السفينية ما الذي فعلته السيدة أسماء ردوان الله عليها فالحاصل لا فصل عندنا أن تقوم المرأة بدورها مع التأدب بالأداب الشرعي مع التأدب بالأداب الشرعي المرأة لا تخرج إلا لحاجة أو لضرورة أذن الشرع فيها والأصوات لها قيمة كبيرة يعني في هذه العملية حتى في اتحدات الطالبة أنتم تشاهدون لربما رسب حتى الطالبة اللي عندهم حس إيماني وحيخدموا الكلية ما هذا كانت حتى الاتحادات كانت مسروقة ليس فقط مجلس الشعب لا ده حتى اتحدات الطالبة حفلة في بداية العام حفلة غناء ورقص وبعد ذلك أين ما الاتحاد ما هي الأنشطة لما داخل الإسلاميون لاتحادات الطالبة كل يوم نشاط أنا لا أغالي لو قلت يدفعون من جيوبهم أصحاب دعوة أصحاب أمانة أصحاب مسؤولية عندهم هم يريدون إبلاغ الحق للخلق هذا هو شأنهم فأن تشارك المرأة في يعني مثل هذه الأنشطة وبالضوابط الشرعية تكثر سواد المطيعين ومع التأدب بالأداب الشرعية هذا دوره مهمة يعني مطلوبة في مثل هذه الآونة كنا نتكلم عن السياحة وكمثال لا على سبيل الحص كل الأسئلة السياح الشواطئ سياحة الشواطئ لا طب لو أنا لو قلت لك سياحة مثلا الدعار ما هذه السياحة سياحة القمار هل توفق على ذلك مثلا أجب نعم أو لا الإجابة تصلح لي لأن على الأقل أعمل مداخلة أعمل مداخلة هل هذه سياحة لو قلت نعم والله أن نأكل بمثل هذه الأشياء لا بورك في المال الذي ينجم ما نبت جسمه من حرام ما نبت فالنار أولى به ربنا طيب لا يقبل إلا طيب إن الله إذا حرم شيئا حرم ثامنا وإيه من يتساءل عن السياحة وخمسة مليون ونحو ذلك فارز ما عندنا سياحة دينية عندنا سياحة علاجية عندنا سياحة سياحة تجارية وثقافية ونحو ذلك الطيب والحلال والمباح كثير جدا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضلي إن شاء يعني لما خطعت التجارة مع مكة وتخوى في البعض نزلت الآيات البينات كانت التجارة مع مكة فتخوف البعض من قطع التجار إن حكون الأرزاق إزاي والتجارات والأموال من أين تأتي قال فسوف يغنيكم الله من فضلي إن شاء القلوب تتعلق بربها في جلب النفع ودفع الضر ما الذي يعني المسألة واضحة أن نأكل بالحرام اتفضل بركات تمحق بسبب ذلك يعني ما هو دمار حل بأمريكا بأمريكا من جراء المعاملات المحرامة والإعراض عن منهج الله والصد عن سبيل الله إحصر أندرو فيضان الميسيسيبي حرائق شيكاغو ونحو دال ضمرت المليارات ما قيمة أن تجمع أنت المليارات ولو جمعتها بحرام لن يبارك فيها الرباوات في أمريكا رقعوا الاقتصاد بسبعمائة مليار دولار وصفروا الفائدة طيب أنت حتجرب فينا لما تعمل باقتصاد إسلامي إن كنت تجهله اسأل عنه الزراعة مباحة الصناعة التجارة دبي كيف نشأت ده حي يعني قد لا يزيد عن بعض أحياء القاهرة كيف صارت عالمية خذ التجارة من كل من أفلح فيه دون تعدل لحدود الله لا تغير ولا تبدل لن نأكل بالحرام دون الدخول في التفاصيل وإلا فصفروا فائدة طب إحنا لابد أن نعمل قروض بفايدة مثلا نعمل بالربا الربا هو آخر محرمات في القرآن كان أهل ثقيف يصلون ويصومون وكانوا يتعاملون بالربا والربا هو آخر المحرمات في القرآن نزل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسول حرب لا طاقة لأحد بها أن تأكل حراما أن تأكل أولادك بالحرام أرض الله واسعة أطلب الحلال هل طلبنا الحلال ومنعنا البلد كانت منهوبة البلد كانت مسروقة بنسمع عن فلان سرق سبعين مليار دولار فلان سرق كذا ما ترجح هذه الأموال لأهل هذا البلد الفقير المسكين قال لا نحتاج ولا نحتاج بإذن الله تعالى لكثير من صور الحرام فالحاصل نحن أمة بحاجة ليه أن تصطلح مع كتاب ربها ومع سنة نبيها أن تقف وقفة صدق مع هذا الدين عسى ربنا تبارك وتعالى أن ينصرنا نصرا عزيزا مؤزرا والأمر إن لم يكن بنا فبغيرنا وما يعلم جنود ربك الله وأنا أربأ بك أن تكون في خندق الأعداء أو أن تكرس لشبهات أو لانحراف الأمة عن منهج الله يكون من حزب الله المفلحين من جنده الغالبين احرس على إظهار الحق وعلى نصرته ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى هو سبحانه وليه ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فهد